السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة المرحلة الاعدادية الصف الثالث الاعدادية هناخد النهاردة الوحدة التانية من الجغرافيا اللي بتتكلم عن اهم الدول وهناخد اول دولة جمهورية البرازيل هنتعرف على الموقع الفلكي لدولة البرازيل حيث تمتد دولة البرازيل بين دائرتين عرض خمسة شمالاً 33 جنوباً مع خطاي طول 35 و74 غرباً هنتعرف على مجموعة الدول اللي بتطل بتحد هذه الدولة من جهة الشمال عدد من الدول جيانا، فانزويلا، جويانا، سورينام جيانا، فانزويلا، جويانا، سورينام والغرب والجنوب الغربي عدد آخر من الدول عدد كبير ببتدي بدولة طبعاً بيرو بوليفيا البراجوي، أوراجوي الأرجنتين بيرو، بوليفيا، باراجوي، أوراجوي الأرجنتين من الشرق والشمال الشرقي سواحل طويلة على المحيط الأطلنطي من الشرق والشمال الشرقي يتحدها المحيط الاطلانتي عدد من الدول لازم اتعرف على ان دولة البرازيل مساحتها كبيرة جدا 8.5 مليون كيلو متر مربع نصف مساحة قررة امريكا الجنوبية وتتماس بتنوع التدرس ما بين هضاب وسهول هضابة البرازيل بتوجد في الوسط والجنوب مع بعض الهضاب الشمالية سهول فايدية زي سهول نهر الامازون بالاضافة الى سهول سحلية ضيقة بتطلع على المحيط الاطلانتي برضو النظام الهضابي والسهول والموقع الفلكي يأثر على المناخ مناخ دولة البرازيل بصفة عامة مناخ حار يتميز بالشمال هي مناخ استوائي ه�ي سوداء المناخ الاستوائي هايسو خط الاستواء واللغبات الاستوائية في السحل الشمالي الشرقي في السحل الشمالي وحوض الامازون حار منطر طوال العام منطقة او الاجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية والسهول الشرقية وهضبة البرازيل يسودها المناخ المداري. معتدى الرطف في اقصى جنوب شرق الدولة. اه ان الغابات والنبات الطبيعي غابات استوائية في الاجزاء الشمالية حيث وخط الاستواء والقليم الاستوائي. اه في حوض الامازون وجي من اكبر الغابات الاستوائية في العالم. اه كزلك ايضا توجد حشائش سافنة الحرة اللي بتوجد فيها ضبط البرازيل. ولا تتماز بانها طويلة. بالاضافة الاجزاء الجنوبية في حدودها مع دولة اورا جوية حشائش معتدلها الاستيبس. انا بتكلم على انتاج اه من النباتات الطبيعية هتأجي هتأثر على النشاط البشري خاصة في تربية الحيوانات. لازم اتعرف على ان عدد سكان دولة اه البرازيل اه برضو بيتأثروا بالطبيعة اللي احنا شايفينها. من اه التضاريس والنبات. اه بصفة عامة عدد سكان دولة البرازيل متين وتلاتة مليون نسمة. بيعتبروا خمسين في المية من سكان امريكا الجنوبية. وهذه الدولة بتعاني من قلة في السكان. اه مساحة كبيرة جدا. اه مع اه عدد اه خليط من السكان. الهنود والحمر. الزنوب اه والاوروبيون. التلات عناصر دول معيشين في دولة البرازيل ازا انا قدام دولة خليط من الاجناس. اه بتتحدث اللغة البرتغالية لانها كانت احتلال برتغالي. اه في مناطق في دولة البرازيل اه تخلو من السكان. زي منطقة سهول الامازون حيثوا الغابات الاستوائية. اي عدد السكان يتناسب مع المساحة. بيتركزوا السكان في الساحل الجنوبي اه الشرقي لان في عدد من المزن الرئيسية العاصمة القديمة ريودي جانيرو مع مدينة صوبولو. وده من اهم الموانئ على المحيط الاطلنطي. اه دولة البرازيل عشان تحل مشكلة عدم توزيع السكان بتناسب. اه قامت بانشاء العديد من المزن الداخلية مثلها برازيليا على تعمير هطبة البرازيل. وميناء قوس على نهر. اه ده بحيث ان احنا اه او اعتبرت كخطة اه من الحكومة في عادة التوزيع. الانشاطة الاقتصادية في دولة بيتنوع فيها نشاط الاقتصادي ببتدي بحرفة الزراعة بيعمل بها اتنين في المية اه او بيشتغل او بيتم زراعة اتنين في المية اه من دولة البرازيل ويوجد معظمها في الجنوب. بيشتغل بهذه الحرفة خمسة وعشرين في المية اي ربع قوة العاملة. اه بتشتهر هذه الدولة بانتاج عدد كبير من المحاصيل خاصة البن وقصب السكر نتيجة اللي انا بتكلم عن اعلى درجات الحرارة. مناخ مداري في المحاصيل اللي تبقى فيه حرة. قطع الاشجار زي الغابات الاستوائية والمدارية وتصنع وتصنيع اخشابها. كذلك ايضا الراعي بما ان انا عندي اه حشائش السافنة وحشائش الاستيبس فبتربى نسبة كبيرة جدا وبتمتلك سروة حيوانية ضخمة اه على هضب اه في المنطقة المراعي. اه وبتعتبر من الدولة المنتجة للأسماك واللحوم والمصدرة. بتمتلك سواحل طويلة على المحيط الاطلانشي والبحر الكاريبي ونهر الامازون فدتني انتاج السماكي ضخم. كذلك ادنى التعدين. اه دولة البرازيل مهمة جدا. وفيه وبتمارس النشاط التعديني اه بصورة كبيرة. انتاج ضخم جدا. اه من معدن. اه الحديد كدولة متميزة بانتاج اعلى ضخم من الحديد والبوكسايد. بالاضافة الى المنجنيز. اه هذا الامر بيأثر على النشاط الصناعي. اللي كان قديم صناعات بسيطة. صناعات غزائية. منسوجات. صناعات كيموية. ولكن تطورت في هذه الفترة الاخيرة نتيجة توفر الموارد المعدنية والزرعية. وتوفر الايد العاملة الى صناعات صقيلة. حديد وسلم. سيارات. طائرات. آلات كهربائية. اسمنت. حديد وسلم. سيارات. طائرات. آلات كهربائية. اسمنت. بيتركز فيه الجنوب الشرقي. دي المناطق الصناعية. حيث مدينتي ساوبولو وريود جانيرو وغيرها من المدن. يبقى تتركز الصناعة في الجنوب الشرقي لدولة البرازيل. في اهم مدن في الدولة ساوبولو وريود جانيرو وغيرها من المدن الرئيسية. يبقى انا عندي تنوع من الانشطة من حيث الزراعة. قطع الاشجار. الراعي. صيد الاسماك. التعدين. الصناعة. وتطورت من الصناعات البسيطة الى الصناعات السقيلة وبتتركز في الجنوب الشرقي حيث مدينة تايسة وبولو وريدي جانيورو. هناخد أهم المدن. هناخد أهم ثلاث مدن موجودة في دولة البرازيل. نبتدي في برازيليا. العاصمة الجديدة التي توجد على هضبة البرازيل. والتي تم إنشائها لإعادة توزيع السكان. بما أن السكان كنتم بيتركزوا في الشرق وجنوب الشرقي حيث اعتدال درجات الحرارة. قررت الحكومة لإنشاء مدينة البرازيليا كعاصمة جديدة. وبدأ ينتقل السكان لإعادة توزيع السكان. بس برضو منساش أن عندي من أهم المدن اللي موجودة على مستوى العالم كمدينة همة جدا من أجمل مدن العالم والعاصمة القديمة. كانت موجودة على ساحل المحيط الأطلنطي. وهذه العاصمة القديمة ريودي جانيرو. يبقى كانت العاصمة قديمة ريودي جانيرو. ومن أهم المواقع المدن في العالم انتقلت العاصمة إلى برازيليا لإعادة توزيع السكان على الهضبة البرازيل. كذلك أيضا من أهم المواني الموجودة على المحيط الأطلنطي وتشتار بالمباني الضخمة والشواطئ الرملية الواسعة منطقة ساحلية وميناء هام جدا للدولة وله قيمة اقتصادية من أهم المدن الموجودة فيها مدينة ساوبولو يبنى قدام ثلاث مدن هامة جدا مرازيليا ريود جانيرو ساوبولو مدينة داخلية عاصمة داخلية جديدة مدينتين بتقع على المحيط الأطلنطي ريود جانيرو العاصمة القديمة ثم ساوبولو منساش أبدا أن هذه الدولة اللي بتعتبر نصف مساحة قارة أمريكا الجنوبية عدد سكانها نصف عدد سكان قارة أمريكا الجنوبية يسودها غابات استوائية وهضبة البرازيل وسواحل دياء على المحيط الأطلنطي بالرغم من ذلك تعتبر من أهم من المدن الموجودة في قارة أمريكا الجنوبية علاقاتنا بقى معها مصر بتربطها مع هذه الدولة عديد من العلاقات قوية جدا من القرن التسعتاشر وفتحت باب التبادل التجاري على النطاق واسع جدا مصر بتصدر لدولة البرازيل وبتستورد من دولة البرازيل أركز على علاقتي معها في عملية الاستراض والتصدير إذن أنا علاقاتي معها من القرن التسعتاشر هتصدر لها إيه؟ أقطان مواد غذائية أثاث منسوجات أسمدة أقطان مواد غذائية أثاث منسوجات أسمدة زي ما بصدر لها هذه المنتجات بستورد منها العديد من المنتجات التي تحتاج إليها مصر منها الحبوب الغذائية خاصة الحبوب الزيتية سكر معادن خاصة الحديد الحديد واللحوم والبن حبوب زيتية سكر معادن لحوم دخان بن وركز على الحديد أنا كده درست دولة البرازيل من حيث موقعها الفلكي والجغرافي واتعرفت على إن موقع الفلكي والجغرافي أثر على المناخ والنبات الطبيعي من حيث المساحة والتنوع والتدريس اللي فيها من هضب وسهول اتعرفت على المناخة والنباتها الطبيعي وأنشطاتها المختلفة اتعرفت على السكان بأنماتهم المختلفة وأهم المدن وإعلاقتنا معها أتمنى من الطلبة تكون استفادت معي وأتمنى ليهم سنة دراسية سعيدة مع تحيات من السوفاء الفرعوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته